اشتركوا في القناة فكرة اخرى وهي الفكرة يمكن الاجدى هلأ وبالذات للشباب هي الافكار الريادية الافكار اللي ممكن انها تخلي الشباب هم اصحاب المشاريع اللي ممكن من خلالها يدروا دخل اكتر لالهم ويدروا دخل اكتر للبيئة اللي هم موجودين فيها كمجتمع يقدروا يساهموا في تنميته وايضا يقللوا من البطالة مركز تطوير الاعمال احد الجهات اللي عم بيقوم ب يعني مساعدة الشباب حتى يدروا يطوروا من افكارهم الريادية ومن ضمن كمان هاي الافكار تجيع التعليم التقني والمهني من خلال مبادرة اسمها قطار الريادة اللي طبعا اسسها او عم بينطلق فيها مركز تطوير الاعمال اليوم معنا الاستاذ نايف الستية المدير التنفيذي لمركز تطوير الاعمال صباح الخير استاذ نايف كان مفروض يكون معنا المهندس نواف الدغمي طبعا اللي حضرته مدير ادارة التعليم المهن والتقني بوزارة التربية والتعليم لنحكي اكتر عن هالموضوع ولكن من خلالك رح نعرف تفاصيل ان شاء الله اكتر عن قطار الريادة بالبداية كمان نقولكم مبروك زيارة رئيس الوزراء لمركز تطوير الاعمال وهي شهادة كتير كويسة للمركز اللي عم بيقوم اكيد بمبادرات كتير رائعة من هالنوع ببداية نعطي بس فكرة هيك بسيطة عن مركز تطوير الاعمال ستي اول شي شكرا للتفزيون الاردني شكرا لبرنامز جديد اللي احنا كانت انطلقتنا كمركز تطوير الاعمال خاصة بنشر الوعي عند الاهل قبل الشباب عن اهمية ريادة الاعمال وهذا شيء ممكن نتطرق له خلال المقابلة في هذا الموضوع مركز تطوير الاعمال مؤسسة وطنية غير به تهدف بشكل رئيسي نشتغل على خمس محاول رئيسية المحور الاول دعم ريادة الاعمال دعم الشباب لتجيء في العمل الحر والثقافة التشغيل الذاتي من خلال برامج مختلفة وايضا مساعدة الشباب على الحصول على وظائف والوصول الوظائف بمحور اخر خاصة في مناطق مختلفة وظائف محددة محور دعم المرأة ودعم عمل المرأة محور دعم الشركات الصغيرة المتوسطة وايضا محور التعليم اللي دخلنا فيه من خلال وزارة التربية والتعليم في المدارس المهنية وايضا في بعض الجماعات من خلال اطلاق المبادرات والبرامج المختلفة عنا اكثر من برنامج مثل برنامج مهارات برنامج سند برنامج طموح وبرنامج بادر الحمد لله كمركز تطوير الاعمال اليوم صرنا عضو مراقب في الامم المتحدة في منظمة مؤتمر الامم المتحدة لأونكتاد وايضا اخذنا افضلية كافضل مركز على مستوى 58 دولة من ناحية منهجية التدريب خاصة في مجال ريادة العمال وريادة العمال للمرأة يعني على سيرة المرأة كمان يمكن حكيتلي تحت الهوى احنا كان لنا لقاء سابق بخصوص النساء اللي عم يتعلموا الصيانة وبيتعلموا الامور اللي يمكن كانت بس مقصورة على الرجل عم تحكيلي عن هذول السيدات انهم فتحوا مشروعهم الخاص يا ستي انا من الناس اللي بقى مؤمن بانه فيش عن يعني كلمة البطالة هي بطالة بالاختيار صح 100% البطالة بالاختيار الشيء اللي شفناه من خلال التجربة وبحكي عن تجربة الشخصية من خلال يعني وصلنا احنا اكثر من 180 ألف واحد اللي دربناهم حوالي 100 ألف واحد ثقافة العيب مش موجودة بالشيء اللي عم يحكوا عنه الجميع الكل بيحكي انه الشباب اليوم عم بيخلصوا جامعات وخلصوا معاهد وخلصوا توجيه ما عمانهم بيشتغلوا لانه ثقافة العيب الشباب متحمسين انه يشتغلوا وشبابنا اليوم عم بيكونوا مبادرين المشكلة عم بتكون بعض الاحيان مع الاهل اللي عمانهم بيمنعوا شبابهم وصباياهم من انه يعملوا ببعض المهان خاصة اللي بيحبوها اليوم احنا زمنين نحكي عن مستقبلنا وايش اليوم موجود سبعين بالمية من فرص الموجودة في سوق العمل هي فرص للعمل المهني اثنين بالمية فقط المستقل منها وهذه الحالة يعني عبارة انذار كبير اليوم اي مجتمع شفناه تطور وتقدم تطور وتقدم بسبب اعتماده على التشغيل الذاتي والعمل الذاتي والعمل الحر اطلقنا مبادرة في منطقة المفرق لعمل السيدات وكانت للصيان المنزلية واتفاجأنا انه عدد السيدات اللي شاركوا في هذه المبادرة الاردنيات كانوا حوالي خمسمائة سيدة اه اه اتدرب منهم اه كان عندنا ميزانية بسيطة فاتدرب منهم عدد في منهم حوالي 22 سيدة بدأوا بممارسة تعملهم في عملية الصيان المنزلية اللي بنحكي اسباكي والموسرجية وفي بنتين من نشميات طبعا الاردنيات في منشية بني حسن اه اللي استطاعوا انه يفتحوا اول محل في تاريخ الاردن للصيان المنزلية للسيدات وايضا لبيع بتنحييهم ببيع قطع الغيار لهذا الموضوع والحمد لله امورهم ماشي تمام وصاروا اليوم يعني انا بعتبرهم تنتين هدول يعني ابطال لانه استطاعوا انه يتحدوا المستحيل انه يعملوا شيء متميز في هذا واحنا منهنيهم منحييهم لانهم هم دايما بقولوا يعني من خلالهم مرات كتير بيكون هيك في ثورات بثور شخص على موضوع معين وبسهل الطريق للاخرين فهدول السيدات اكيد سهلوا على كتير من السيدات اللي زي هم حتى يقدروا يقوموا بالمشاريع ومن هون بدنا ننطلق من موضوع التعليم التقني والتعليم المهني اللي فعلا البلد بتحتاجه اللي زي ما قلت عم بتحاولوا قدر الامكان تغيير فكرة المجتمع وثقافة العيب مع الاهل قبل الشباب حتى يقدروا يشتغلوا ويتعلموا بهذا الموضوع من هون اجت مبادرة قطار الريادة اللي عم بتقوموا فيها او اطلقتوها كما كاستطوير الاعمال نحكي شوي هي انطلقت من اول مدرسة مدرسة مرج الحمام للبنين ورح تروح للمدارس المهنية الاخرى نحكي شوي عن قطار الريادة الهدف الرئيسي من قطار الريادة كان لما قمنا ب ايضا معملية التقييم بالنسبة لاشي الوظائف الموجودة ايش هي القطاعات اللي نشغل فيها بعملية التدريب المهني والتقني احنا فخورين بشركتنا مع وزارة التربية والتعليم اللي استطعنا من خلال وزارة التربية والتعليم ادخال مادة ريادة العمال اللي هي برنامج سند الى مدارس التربية والتعليم المهنية واطلقنا هذا البرنامج وكان فيه قصص نجاح وزيارة دولة رئيس الوزراء لمركز تطوير العمال كان جزء كبير منها للاطلاع على التجارب الناجحة للشباب من المدارس وخارجين المدارس اللي قدد كبير منهم من الشباب والصبايا يعني في صبية استطاعت انها توظف عندها تسع موظفين وهي هلأ يكملت دراستها وعندها تسعة بيشتغلوا معها فعدد كبير من الشباب استطاعوا انه ينجحوا في عملهم بعد ما دخلوا بمادة ريادة العمال في وزارة التربية والتعليم في المدارس المهنية هون يجينا لما عملنا التقييم وجدنا فيه موضوعين يجب التركيز عليهم الموضوع الاول كيف نستطيع الوصول الى الاهل باكبر عدد ممكن لإقناع الاهل دعم ابنائهم لانه دائما الاهل بيحكوا لأولادهم لا انت اشتغلك سنتين بعد ثلاث سنين بعدين تفتح شغل او ليش تفتح شغل تدور على عمل ثابت وراتب ثابت وعدد ساعات اقل ودوام اقل فكان وصول واستطعنا مش للمجامل استطعنا من خلال وسائل اعلام المختلف سواء كانت بالجرائد والصحف ومن خلال برنامج يوم جديد اللي تبنى هذا الموضوع الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من الاهل في مختلف المحافظات انه احنا توجدنا اكبر بالمحافظات كاتبة يعني بكل المحافظات عمالنا منركز على موضوع التشغيل الذاتي لانه عدد الشركات اللي موجودة بالمحافظات قليل جدا يعني ما في شركات بيستطيع الناس انه يتوظفوا فيها قطار رياضي لما رحنا على المدارس وجدنا انه بعض المعلمين وبعض الطلاب مع انهم خلفية عن كيف بستطيع اأسس عملي الخاص ايش هي المراحل اللي بعملها وبيدي مساعدات معينة من اشخاص معينين في هذا العمل فربطنا معنا عدد من قصص النجاح المختلفة من الأردن صح في كتير من القطاعات انا قرأت يمكن بالزراعة في ست قطاعات مختلفة كل القطاعات الموجودة في المدارس المهنية اللي موجودة جبنا قصص النجاح يحكوا مع الطلاب وايضا يستحبوا الطلاب الى مراكز عملهم حتى شوفوا التجربة على أرض الواقع ويحكوا لهم ايش هي التحديات و ايش هي الفرص تمام وكيف بستطيعوا انه يساعدوا الشباب في هذا الموضوع هاي حد ذاتها لانه الشباب اليوم ما بدهم حدا يظلوا يعطيهم تعليمات بدهم حدا يحكي معهم استطعنا انه نأمل تواصل من ناحية الحديث مع الشباب انه يصيروا يحكوا معهم مش بس يعطوهم توجيهات معينة معلمين استطعنا انه ندرب اكتر من 135 معلم وهلأ طبعا بتعليمات من وزارة التربية والتعليم ومعالي وزير التربية والتعليم تدريب اكبر عدد ممكن من المعلمين حتى نستطيع الوصول لاكبر عدد ممكن من الطلاب بالاضافة لهذا نحاول نعمل مهرجنات لريادة الاعمال نجيب هاي قصص النجاح نجيب الطلاب يستمعوا لهم وايضا يكون في احتفال يعني الاعمال نحاول نعمله من خلال قطار ريادة تغيير الانماط الثقافية والانماط النماطية المجتمعية نحو ريادة العمال والعمل الحر والعمل الذاتي خاصة في القطاع المهني لان زي ما حكيت لك انا من الناس اللي مؤمن انه بالاردن البطالة هي بطالة بالاختيار وليس بطالة بالاجبار اليوم الشباب نحكي انه 70% من فرص العمل موجودة بالقطاع المهني والتقني و2% فقط المستغل معناته يجب اليوم علينا تركيز على هذا العمل صحيح يعني قطار الريادة انطلق من المحطة الأولى اللي هي مدرسة مرج الحمام للبنين طبعا الخاصة بالتعليم المهني ورح يستمر لباقي المدارس المهنية نتمنى انكم تقوموا بتدريب عدد اكبر من المدارس والمعلمين نتمنى اكتر من الاهالي من خلال هذا اللقاء هم يضغطوا على يعني ابنائهم وبناتهم احنا محتاجين للتعليم التقني والمهني بالاردن ومحتاجين انه بالاخر الواحد يكون لازم يكون ناجح يعني في كتير يمكن من الاطباء مع احترامنا لهذه المهنة السامية ولكن اكون طبيب ولكني لا اكون افقه بالطب وما اكون ناجح اذا ما عملت ولا شيء بحياتي فنحاول قدر الامكان نشوف السوق شو بده ونحاول نعلم ابنائنا ونرفع من قدرهم يكون لهم وظائفهم ومشاريعهم الخاصة يعني كان فيه مرات الاهل بيحكوا انه لو فيه جامعة للتعليم التقني والمهني اليوم صار فيه جامعة الحسين للتعليم التقني اللي هي ضمن مؤسسة ولي العهد اللي هي بتساعد ايضا الشباب انه ياخدوا شهادات عالية او شهادات دبلوم متميزة في موضوع التعليم التقني والمهني وهذا شيء اليوم احنا بصراحة هو هذا شيء ورح نوصل لكل مدارس التربية والتعليم خلال السنهاية بالتعاون مع اوزاء التربية والتعليم الخطة انه نوصل لكل المدارس وبدأنا احنا حاليا بعدد من المدارس للإناث ومدارس للدكور ونجحة التجربة نجاح كثير كبير وان شاء الله نقدر نوصل لكل مدارس الأردن كل شكر اكيد لمركز تطوير الأعمال وايضا لوزارة التربية والتعليم لهودكم مباركة اهلا وسهلا فيك أستاذ نايف الستية المدير التلفية والمركز تطوير الأعمال شكرا لك